اهلا وسهلا بكم اعزائي طلبة وطلبات لصف الاول السنوي الزراعي نظام الجدرات برنامج فني تصنية غزائي في حلقة جديدة من برنامجكم المفضل في بيتنا مدرسة ووحدة الممارسات الصحية الجيدة احنا اخذنا في الحلقات اللي فاتت اللي هي المخرج الاول اللي هو يحدد مسببات المخاطر في المادة الغزائية هناخد النهاردة ان شاء الله المخرج التاني اللي هو ينفذ برامج الممارسات الصحية الجيدة للمنشأة والعملين طبعا وصلنا هنبدأ النهاردة ان شاء الله للجزء اللي احنا وقفنا عنده اللي هو التدريب العملي المخرج الاول تدريب على كيفية تصنيف المخاطر وبعد كده عشان نبدأ بعد كده الحلقة بتاعة المخرج التاني تدريب على كيفية تصنيف المخاطر في المادة الغزائية طبقا الاشتراطات السلامة والصحة المهنية اول حاجة عند اجراء عملية تصفية لاحدى المنتجات بالمصنع وجدت بها قطع الججاك واخرى بها قطع من المادة الخام النباتية الغير مرغوب فيها يعني انت وانت بتشرف على انتاج منتج غزائي معين وليكن مربع او ليكن عصير لقيت في منتج حت الازاز هتعمل ايه؟ ولو لقيت في منتج تاني ورقة نباتية او جزء لسه متطبخش كويس في مثلا مربع الفراولة او مربع التين برضو هتعمل ايه؟ ونوع الخطر هنا ايه؟ طبعا هنا نوع الخطر فيزيائي نوع الخطر فيزيائي الاجراء المناسب قبل بدء اعمالي تصنيع اتباع الممارسات الصحية الجيدة عند التصنيع طيب الحاجة اللي لقيت فيها بقى اعمل فيها ايه؟ استبعاد استبعد الجزء ده فورا وبتلاشى حدوث التلوث ده بالمساببات الفيزيائية دي الزكاة فيزيائية غير طبيعية اللي هي زي قطعة الزجاج او فيزيائية طبيعية زي قضعة المادة الخام جزء المادة الخام طبعا انا بتخلص من الاثنين العبوة دي والعبوة دي وببدأ اكشف على بقية العبوات او بقية المنتج لو في حاجة ببدأ استبعدها ببدأ استبعدها بعد كده اثناء منورك عن مخازن الخاصة بمنتجات البحصات لحصت بعض العبوات بها انتفاخ من الاعلى يعني لقيت فيها انتفاخ في العبوة من فوق ولما فتحت واحدة لما فتحت ابوة لقيت الريحة بتاعتها متغيرة واللون نفسه متغير كمان النوع الخطر هنا ايه؟ نوع الخطر هنا ايه؟ بيولوجي النوع الخطر في المنتج الغذائي احنا زي ما احنا عارفين في الحلقات اللي فاتت في المخرج الاول خطر بيولوجي خطر كيميائي خطر فيزيائي طيب نوع الخطر هنا ايه؟ بيولوجي كيف يمكن دعا فيه؟ طبقا لقواعد السلامة والصحة المهنية طيب اعمل ايه مع المنتج ده؟ طبعا بتخلص منه فورا بتخلص منه فورا طيب اعمل ايه علشان اتلافة حدوث الحاجة دي فيما بعد التلوث ده فيما بعد اتباع المبارسات الصحية الجيدة واشتراطات السلامة والصحة المهنية عند تصنيع وتطهير وتعقيم الادوات اللي نصنع فيها تطهير وتعقيم الادوات اللي نصنع فيها وغسل الجيد والتعقيم للمنتج غزائي للصمار او المواد الخام الاولية اللي انا هصنع بها او تكون المواد الخام نظيفة خالية من التلوثات او الملوثات علشان كده ببدأ اصنع وكل حاجة قدامي زي غرفة العمليات بالزبط تلافي النقطة دي ان انا باتبع اشتراطات السلامة والصحة المهنية والمبارسات الصحية الجيدة عند تصنيع تالت حاجة يقوم احد زملائك باضافة المواد الملونة والحفظة يعني تلقي زميلك وبيصنع حاجة معاك في المعمل او في المصنع بيجيب المواد الحفظة والمواد الملونة بيكوبها ببركة بيكوبها على الحاجات اللي لا يتصنعها من غير ما يوزنها ومن غير ما يعرف دي كميتها ايه ولا ده نوع ايه ولا اي حاجة انت تنصحه بايه علشان يعمل الحاجة الصحة ايه وايه نوع الخطر هنا هنبدأ من جزء الاخرين نوع الخطر هنا نوع الخطر هنا كيميائي المادة الكيميائية انصحه بايه انصحه باتباع اجراءات واشتراطات السلامة والصحة المهنية عند التصنيع واتباع اجراءات المبارسات الصحية الجيدة عند التصنيع واضافة المواد الملونة والمواد الحفظة في حالة ضرورة قصوى وبنسب المتدولة او المعروفة بالوزن المحدد بالوزن المحدد والكمية المحددة ليه المواد الملونة او المواد الحفظة ان وجدت يعني انا محطاشه خلاص مش مع كل منتج بحطها مش مع كل منتج بحطها بيقفيش تراطات معينة ونسب معينة عشان احطها بيه فعشان كده بنصحه انه يوزنها قبل الاضافة اثناء التصنيع بيحطها بنسبة مقوية من الجرام كميلا على حسب الوزن بتاع الكمية اللي انا هحط لها المواد الملونة والمواد الحفظة بعد كده تدريب عملي على وقاية الغذاء من المقاطر البلاجية والكميائية والفيزيائية تحقق اول حاجة يقل غذاء من المقاطر البلاجية دبقا لاشتاراته الصحية واحد تحقق من نظافة الملابس المخصصة للعمل وفقا للمقاطر الصحة والسلام المهني طبعا احنا عارفين اول نقطة عشان ادخل المعمل الزي الكامل للتصنيع اللي هو البلطو الابيض النصع البيض الكمامة الغطاء الرأس الجوانتي واقي القدم او الحزاء الامن بعد كده تحقق من تاريخ الصلاحية صلاحات المواد الخام بشوف المواد الخام مثلا زي السكر اللي انا هدفه مثلا للمربة بشوف الصلاحية بتاعته امتى تاريخ الانتهاج امتى وتاريخ الانتهاج امتى بعد كده تحقق من نظافة الموادات والادوات المستخدمة في تصنيع وفقا للاشتراكات الصحية يعني لازم تشوف الاداة اللي انت هتشتغل بيها وتبدأ تنظفها تبدأ تنظفها تنظفها كويس جدا يبقى كده انت تحققت ان هنضيفها حتى لو كانت نضيفة لا انت ابدأ بنظافة من تاني تحقق من درجة حرارة غرف التخزين للمواد الخام ومن درجة حرارة غرف التخزين للمنتجات بتشوف درجة الحرارة مضبوطة مع التخزين مع المنتجات اللي انا مخزنها او مع المواد الخام اللي انا مخزنها ولا لا تحقق من ازالة القمامة من السلال المخصصة لها باستمرار يعني هيبقى عندك في المعمل السلال السلال للزبال اشوف ازا كان في ازبالة ولا لا لو في ازبالة ببدأت ايه اتخلص منها للساليق السبالة الكبير او ساليق القمامة الكبير بعد كده يقل الغذاء من المخاطر الكيميائية طبقا الاشتراكات الصحية رقم واحد تحقق من وضع المطهرات والمنظفات في الاملاك المخصصة لها انت بمعاجد تقول او اي مطهر تاني او اي منظف تاني حطه في علبة مخصصة لها او المكان المخصص للمواد المطهرة او المنظفات بتاعتها اذا كانت تحقق من وضع المبادات الحشرية في الاملاك المخصصة لو لقيت علبة بيروسول مثلا او اي منتج تاني للمبيدات الحشرية للمبيدات الحشرية هتاخده من مكانه وتحطه في المكان المخصص له هتحطه في المكان المخصص له يعني مثلا انا حطيت لك عبوة بيروسول على التاخده او المكان او الترابيزه او الستاند اللي انت واقف عليه او اللي انت هتشتغل عليه طيب هعمل ايه انا كانت طالب هعمل ايه لو لقيت المسطر حط ليه كده بحوش العبوة دي وبحطها في المكان المخصص لها بعد كده ضحقك من خلول الادوات والاجهزة من البقاء المطهرات والمنظفات قبل العمليات التصناعية دي اتحقك منها ازاي بجيب شوية مية رشوها على السطح واجيب فوتا نظيفة وابدأ اعمل عملية مسحة او شطف للادوات والاجهزة اللي انا هشتغل عليها بعد كده اضافة المواد الحفظة والمواد والملونات طبقا للنسب المصرح بها هنا ببنقطة خلاف ان بعض المنتجات طبعا ما بقاش محتاجة لمواد حفظة ولا ملونات مش محتاجة لمواد حفظة ولا ملونات في بعض الناس بتقولك لأ لازم نضيف نضيف مواد حفظة بسيطة برضو او الحاجات اللي احنا هنبدأ نصنعها بتشوف الجدوة اللي عندك على حسب النسب اللي بتتحط ايه دي نسبة كمية المواد الغذائية اللي انت صنعها قد ايه والنسبة المقابلة لها من مواد الحفظة مواد الملونات قد ايه بعد كده المعيار الثالث يقل الغذاء من المخاطر الفيزيئية تبقى للإسترطات الصحية اول حاجة يتحقق من وضع المنظفات من وضع المتعلاقات الشخصية للعاملين والزائرين في الاماكن المخصصة لها يعني انت حاكتك الشخصية سي الشنطة بتحتك بتحطها في الدولاب بتاعك بتحطها في الدولاب بتاعك اي ساعة اي خاتم اي حاجة معك بتحطها في الدولاب بتاعك وتقفل عليها الا الملابس المخصصة بتحتك اللي هو البلط والجونتي والكمامة والغذاء الرأس فطبعا بيفضلوا معك بعد كده يستبعد بقايا الاوراق والسيقان والبزور من المواد الخام النباتية المستخدمة في الانتاج يعني بشوف لو في صمار مثلا فراولة فيها الاعمق بتاعها او بعض الاوراق او بعض البتلات فوق الصمرة ببدأ اتخلص منها وبحشها بعد كده يستبعد بقايا الاشواك والعظام من المواد الخام الحيوانية المستخدمة في الانتاج يعني مثلا لو قدامك سمك ببدأ احوش الشوق بتاعه ويبقى كده السمك بتاعي مخلي من الاشواك او لو قطعة لح فيها عظم فيها عظم ولا حاجة باستبعد باستبعد منها العظم اللي فيها وبكده استوفيت المعيير بتاعتي بالكامل بعد كده نبدأ بقى في حلقة النهاردة البرنامج فن تصناء غزائي وحدة المبارسات الصحية الجيدة المخرج التاني ينفذ برامج المبارسات الصحية الجيدة للمنشأة والعاملين طبعا اهم حاجة اهم حاجة لازم قبل مدخل المعمل او المصنع المرة المليون لازم اكون لابس الملابس المخصوصي بتاعتي اللي هي البلطو نناصع البيض ننضيف تماما بعد كده حزاء امام نقطق للرأس كمامة جوانتي دي حاجات مهمة جدا 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 الجدرات المتعلقة بالمراسات الصحية الجيدة تشمل ايه؟ تهدف زي الوحدة لأجساب المتعلم الجدرات المتعلقة بالمراسات الصحية الجيدة للمنشأة والعملين والزائرين وتنفيذ برامج الصيانة الوقائية والشؤون الصحية وخطة التحليل الخطر ونقاط التحكم الحرجة وبرامج التخلص من المخلفات التصنيع بطرق امنة للحصول على جزاء امن وصحي على جزاء امن صحية المخرجات التعلم عندنا احنا عندنا في الوحدة دي تلات مخرجات الصف الاول السنوي الزراعي فني تصنيع غزائي واحدة المورسات الصحية الجيدة الفصل الدراسي الاول واحدة المورسات الصحية الجيدة فيها تلات مخرجات للتعلم المخرج الاول يحدد مسببات المخاطر في المدر الغزائية اللي احنا رسناها في الحلقة اللي فاته. في الحلقة بتاع النهاردة هنبدأ دراسة المخرج التاني اللي هو ينفذ برامج المبارسات الصحية جيدة للمنشاوي العاملين. المخرج التالت ينفذ برامج الصيانة الوقائية والشؤون الصحية دي انا اخدها في الحلقات العسابية القادمة ان شاء الله. المخرج التاني اللي هو ينفذ برامج المبارسات الصحية جيدة للمنشاوي العاملين اللي احنا نقضيه النهاردة في عدة معيير. اول معيار يتحقق من النواحي الصحية المحيطة بمنشأة وفقا للمواصفات الكلاسية. النواحي الصحية المحيطة هنا اللي هي كل حاجة محيطة بالمنشأة الغزائية بما فيها الصور. بما فيها الصور. بما تتبع شروط الصلامة والصحة المهنية في علشان ما يحصلش اي تلوس للمنتج الغزائي اللي انا بنتجه. تاني معيار ينفس برامج المبارسات الصحية للعملين وفقا للمواصفات الكلاسية. يعني يبقى عندي عمال لو انا مشرف او صاحب مصنع. عندي عمال او كمدرس معاك طلبة. الطلبة دول لازم يكونوا تابعين وبينفزوا برامج المبارسات الصحية الجيدة. ازاي? النظافة الشخصية. نظافة ملابس العمل. ارتداء ملابس العمل. عدم ارتداء كل ما يخالف التصنيع. زي ارتداء الخواتم والسلاسل والساعات والحاجات دي لازم ايه? احشها. واقفل عليها. وكمان بيبقى النظافة الشخصية مهمة جدا. وخاصة غسيل الايدي. وخاصة غسيل الايدي. بعد كده يصنف المخلفات تبقى لقواعد الصحة والسلامة المهنية. طبعا كل مصنع بيبقى له مخلفات. المخلفات بتختلف من مصنع للتاني. من مصنع للتاني. في مخلفات ورقية. في مخلفات نباتية. في مخلفات سائلة. في مخلفات صوبة. طبعا كل المخلفات بيبدأ بصنفها بطريقة معينة. ويتخلص منها بطريقة بطريقة كل على حسب كل مصنع بيتخلص من المخلفات بتاعته ازاي? بعد كده يتخلص الميار الرابع. يتخلص من المخلفات والنفايات طبقا لقواعد السلامة الصحة والسلامة المهنية. بيبقى عندي مجموعة من المخلفات زي ما احنا قلنا. وصنفناها. انا بيتخلص منها ازاي? بعمل بيها ايه? هل برميها? برا المصنع? طبعا بيعود علي بتلوس. وبحشرات وبكوارض وبايه? فطبعا بيبقى ازق جامد لصاحب المصنع وممكن يتسبب في كوارس لصاحب المصنع او صاحب المعمل او صاحب المشاكل الغزائي. فطبعا بيبقى فيه طرق امنة فيه طرق امنة للتخلص من المخلفات والنفايات. وممكن اوديها انا مصنع تانية بيبدأ ويعملوا عملية تدوير للمخلفات دي. ويبقى انا استفدت مرتين. مرة ان انا اتخلصت من المخلفات التحتي. والتانية ناحية مادية لان انا سبيعلهم المخلفات. سبيعلهم المخلفات اللي هما يستفيدهم بيها. بعد كده المهيار الخامس يطبق المبارسات الصحية المتبعة درشاد الزائرين طبقا لقواعد الصحة والسلامة المهنية. طبعا بيبقى فيه لكل مصنع زوار. لكل مصنع زوار. ازاي برشد الزائرين دول? وبخليهم يطبقوا نفس اللي بيطبقوا العمال بالزبط. ازاي? طبعا بيبقى فيه اماكن للزيارة وموعيد للزيارة. في ملابس مخصصة لازم ما يدخلش المعمل او المصنع اللي بيها. علشان ما يحصلش اي تلوث. ولو الزائر ده مصاب باي مرض نعدي. يستحيل ادخله المصنع. يستحيل ادخله المصنع مهما كان. علشان لا يعدي العاملين او يتسبب في تلوث المتغرات الغذائية بتاعتي وبالتالي هيسبب لي ممكن لا قدر الله غلق للمصنع. بسبب زائر لوس لي المكان. او اعمال لي تلوث او اعمال لي عدوة للعمال اللي شغالين معي. فعلشان كده بيبقى فيه ارشادات. ارشادات لازم يتبعها الزائرين للمصنع او المنشآت الغذائية. المنشآت الصحية للمنشآت الغذائية. يجب المحافظة على صلاحية المباني لازم احافظ على صلاحية المباني والاجهزة والمعدات الخاصة بالصناعة ونرفطها. بصناعة الاغذائية ونرفطها. واتباع نظام معتمد للتخلص من المخلفات. للتخلص من المخلفات. طبعا المخلفات والفضلات لازم اعمل لها برنامج للتخلص منها. لازم اعمل لها برنامج للتخلص منها. وبقى كمان لازم يكون المباني بتاعتي لها ابعاد مناسبة واشتراتات مناسبة. ومكان اصلا للمصنع او المكان الغذائي ده او الغذائي ده. بيبقى مكان مناسب جدا 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 للعملية التصنيع الغذائي. العملية التصنيع الغذائي. وتصاميم وابعاد المباني كمان بتسهل تنقل او انتقال المواد الغذائية. تضمن سهولة نقل المواد الغذائية. وبتقلل حركة الافراد الغير ضرورية. في اماكن وتسمح بالترتيب المنظم للالات. يعني بحط الالات بتاعتي بترتيب منظم. في اماكن تشغيل. بحيث ان اتحال التناغم او توافق بين العملات الاصناعية. مما يقلل الاحتمالية للحلوث تلوس للمنتج الغذائي بمادة غريبة او مضرة او توسرة على المنتج الرئيسي. بحيث ان انا الماكينات اللي هي بفرز بيها. المواد الخام تبقى في الاول. ومواد وبالنسبة الماكينات التعبئة تبقى في اخر حاجة. ماكينات التعبئة تبقى في اخر حاجة. وتسلسل عملية التصنية بيبقى وفق دراسة معينة. وبحيث ان المصنع بتاعي ماشي بتناسك وماشي بتناغم. بحيث ان ما يقفش الانتاج او ما يتلوشش الانتاج بتاعي. بعد كده الاهداف ممرعات طبيعة عمليات والمخاطر المرتبطة بها. وينبغي ان يكون الموقع والمعدات والمرافق قائنة ومصممة ومقامة لضمان ما يلي. اول حاجة. الاماكن بتاعتي او المصنع بتاعي لازم اضمن فيه. تقليل التلوث لادنى حد ممكن. لقل لحاجة. او نسبة للتلوث بتبقى زيرة. نسبة للتلوث بتبقى زيرة. بعد كده ان يسمح تصميم المبنى اقراء عملية اعملات السيانة والنظافة وتطهير المناسبة. ان التصميم بتاعي للمبنى المصنع بتاعي او المبنى المتشغل زي او المخازن حتى كمان. بتسمح بيسمح التصميم ده انه نعمل عملية نظافة او عملية صيانة لو حصل حاجة في المعدات او حصل حاجة في الحوائط او الارضيات او الاسقف. نبدأ اعمل عملية عملية صيانة دورية او عملية نظافة وتطهير الدورية اللي ايه اللي انا بعملها. وكمان بتحدي بيها من تلوث الهواء. بحدي بيها من تلوث الهواء. الاسطح بقى والخيمات اه بتاعتنا وخاصة الملامسة الاغذية. لازم تكون مصنوعة من مواد شديدة تتحمل. ومن السهل التيانتها وتنظفها. يعني بتحمل نسبة درجة الحارة العالية. بتحمل عمل شديد. بتحمل المواد الغذائية او المواد الحظ او اي مادة كيميائية. بحيث انها ما يتفعلش مع المادة الغذائية. ما يتفعلش مع المادة الغذائية. وكمان بيبقى سهل السيانة. ان اعرف اعمل لها عملية سيانة بسهولة. وسهل ان نظافة. يعني ايه بتاعتي دي سهل ان نظافة. سهل اعمل لها عملية سيانة دورية. احشب لها التالف او البيض. واركب الحاجة السليمة. اعمل عملية نظافة باستمرار. وبسهولة. بحيث ان لو في بقايا من منتج الغذائي اللي قبل كده ما يقصر ليش على المنتج الغذائي التاني اللي بعده. او المنتج اللي بعده او التصنيع بتاع اليوم التاني. يبقى اليوم الاول انتهى بعمل عملية تطهير او 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 تنظيف. قبل بداية اليوم التاني برضو بعمل عملية شطف او تنظيف وشطف للمعدات والالات وموثير الانتاج. بعد كده بيبقى وجود مرافق مناسبة حسب مكتدر الحال. يعني بيبقى فيه اه بالنسبة للتكييف المركزي بيبقى فيه تكييف مركزي بحيث ان انا ابدأ اتحكم في درجات الحرارة درجات الحرارة ورطوبة واي حاجة داخل المصنع. بيبقى فيه بالنسبة للمساء الكهرباء. بيبقى متحكم فيها عن بعد. بالنسبة للابواب. مرتبطة بكمبيوتر مركزي او قد التحكم مركزية بحيث انها تقفل وتفتح لما العامل يقف قدامها بحيث انهم ايه ما يمسكش الباب او يفتحه بايده. بيفتح الباب اوتوماتيك عند الخطر. لما يبقى فيه خطر الباب يتفتح اوتوماتيك بحيث ان ايه يحصل خروج امن للعمال. بعد كده وجود حماية فعالة من دخول الحشرات وايواقها. بحيث ان الاسوار تمنع دخول الحشرات والقوارد. الشبابيك والابواب والنوافذ بيبقى عليها اسلاك او شبكة من الاسلاك بحيث ان الحشرات ما يدخلش داخل المصنع بتاعي. وكمان بعمل عملية مقاومة باستمرار للظروف دي. بحيث ان انا امنع اساسا اي حشرات واي قوارد من دخول المكان المنشأة الغزائية سواء كانت مصنع او سوبر ماركت او هايبر او اي حاجة او مغزن بخزن في المنتاجات الغزائية بحيث ان انا بلقص ليش على المنتاجات الغزائية. المبرلات بلاحتي ايه بقى? من الضروري معلعات جوز التصميم وتشيد من الناحية الصحية. واختيار الموقع الملائم. وتوفير المرافق الكافية. لكي يكون من الممكن التحكم في اختار التلوز بشكل فعال. يعني انا بختار المكان مناسب وبعيد عن مصادر الخطر. وبشرط ان يكون قريب من المرافق اللي انا هبدأ استخدمها. زي الطرق. او المية. مصدر المياه نقي. مصدر للصرف الصحي والصرف الصناعي بيكونوا جيدين. الصرف الصحي في مواسير الصرف الصناعي في مواسير تاني. او في شبكة تانية. المرافق دي لازم او تصميم المبنى كمان نفسه. بيكون ملائم للعملية التصنيعية. ويكون ملائم لعملية الحد من التلوز. لان في مهنسين بارعين في اختيار شكل مناسب للمصانع او المعامل او السوبر ماركتات بحيث ان بيقلل نسبة التلوز اللي داخل من برا. من تصميم نفسه. بعد كده. الاحتياطات الواجب مراعطة عند التخطيط للمباني الخاصة بمنشآت اغذائية. الاحتياطات هنا بيبقى كزا حاجة. مراعاة موقع المنشآة. مراعاة مبنى المنشآة. مراعاة حوائط المنشآة. مراعاة الابواب والاصرف والنوافذ والارضيات كزا حاجة. نبدأ نشوف مع بعض. اول حاجة موقع المنشآة الغذائية. لازم الموقع هنا. لازم الموقع هنا. يكون بعيد عن مصادر التلوز. يكون بعيد عن مصادر التلوز. يعني ما ينفعش مسلا ان انا حطه كان بمقلب زبال. طبعا الهنا القمامة هنا او المقلب الزبالة ده. هيكون مقوى للحشرات الدبان الفران حاجات كتيرة ملوسة ممكن تبوز المصنع نفسه. حوائط المصنع نفسها ممكن تبوز بسبب حاجة قريبة مني. نشوف مع بعض. اول حاجة يجب مراعاة ما يلي لموقع المنشآة. اول حاجة مصادر التلوز. يكون المكان بعيد عن مصادر التلوز. ما يكونش في عند مسلا مخارس يول ما ينفعش طبعا. ما ينفعش يكون جنب مقلب زبالة. ما ينفعش يكون عند مصانع مسلا اسمنت او او محاجر الرمل والزلط والحاجة دي ما ينفعش يكونون قريب منها. عشان الاتربة والغبار والاي طريقة تلوز بها الهواء فبتحيث ان كده هيتنقلي انا التلوز ده. اتجاه رياح. اتجاه رياح. المياه الجوفية لازم. وانا بصمم المكان اكون بعيد عن مناطق الرياح الشديدة. اكون بعيد عن الارض اللي انها بنى على المصنع تكون نسبة المياه الجوفية بعيدة عن السطح بحيث انها متأصليش على المنشآت. يعني ممكن ممكن المياه الجوفية دي تخلي المصنع ينهار في مدة سيارة. بالسبب ارتفاع نسبة المياه الجوفية وكمان ارتفاع الاملاح بسبب لتآكل للحوائط والجدران بتاع المصنع. بعد كده مصادر المياه الشرب ومياه التصنيع. لازم مصدر المياه يكون امن وصحي. امن وصحي على صحد. العاملين وامن على التصنيع نفسه. علشان ما يكونش مصدر المياه هو المصدر التلوز اللي هيضرني ويسبب فقدان كمية كبيرة من المنتجات بالسبب تلوز من مية الشرب. بعد كده مصدر الطاقة يكون قريب من شبكة الكهرباء. لان احتاج طبعا كهرباء في المصنع. يا اما اعتمد على الطاقة الشمسية وده ورضو ما يمنعش ان انا استخدم شبكة الكهرباء. بعد كده وسائل الصرف الصحي والصناعي. وسائل الصرف الصحي والصناعي طبعا مهمين جدا لاي مصنع بحيث ان انا لو بعيد عن شبكات الصرف الصحي او الصرف الصناعي طبعا ده هيعصر لي على الارض اللي انا باني عليها المصنع. وبالتالي هيسبب لي تلوز شديد للمصنع وبالتالي تلوز للمنتجات الغزائية. ويسبب لي خسارة افصالية جاملة. خسارة مالية جاملة. بعد كده الطرق وممرات الوصول للمنشأة. في حاجتين هنا للطرق هنا. الطرق الخارجية اللي انا بوصل بيها للمصنع نفسه من المدن اللي حوليه او من القرى اللي حوليه او المحافظات اللي حوليه بحيث ان اوصل للمصنع بسهولة. بالنسبة للطرق التانية الطرق الداخلية للمصانع. الطرق الداخلية للمصانع. الطرق الداخلية للمصانع مهمة جدا. لازم تكون ممهدة وكويسة جدا وتتحمل النقل التقيل وكمان المعدات ذات العجل زي كلارك مثلا اللي بيرفع لي العبوات والكراتين والمواد الخام او المنتجات اللي انا عملتها او المواد الخام اللي انا جايبها من المغزن للتصنيع او من المنتجات من التصنيع للمخازن طبعا اللي هشيلها اكلارك مش هشيلها العمال او اي مكينة ذات عجل بتمشي داخل المصنع لاهميتها داخل المصانع طبعا قضيات هنا لازم تكون بتتحملها دراسة الجانب الاقتصادي بالنسبة لمناطق المواد الخام والاسواء يكون المصنع فاعرب حاجة لما كان انتاج المواد الخام او او قريب من الاسواق اللي انا هبدأ اشتري منها او استورد منها او اجيب منها المواد الخام اللي انا هصنعها او الاسواق اللي انا هبدأ اسوق فيها المنتجات بتاعت المصنع بتاعت طبعا لازم يكون قريب من الاسواق ما يكونش بعيدة عن الاسواق عشان ما يبقاش فيه تكليفة ناقل اللي كبيرة وبالتالي بقلل كده لما يكون قريب من الاسواق بقلل تكليف الناقل وبالتالي بتزيد نسبة الارباح عشان المصاريف قلت بعد كده عند اختيار الموقع المنشأة يجب مراعاة ما يلي مصادر التلاوز زي ما احنا قلنا اتجاه الرياح المياه اللوفية مصادر مياه الشرب والتصنيع عند اختيار المنشأة يجب مراعاة ما يلي مصادر الطاقة وسائل الصرف الصحي والصناعي زي ما احنا قلنا طرق ومرات الوصول للمنشأة دراسة الجانب الاقتصادي بالنسبة للمناطق المواد الخام والاسواق بالنسبة لجانب الاقتصادي هنا لازم لما ابني مصنع بشوف متطلبات السوق هنا ايه هيستهلك المنتج بتاعي ولا لا سوق الناس في المكان ده ايه ممكن افتح مصنع لاي مندغ غزائي طبعا كل مكان بيبقى له ازواق معينة في الاكل اللي بيمشي في اي دولة برا ممكن ما يمشيش عندنا هنا والممكن الاكل بتاعنا ممكن ما يمشيش مع دولة تانية او الطريقة بتاعتنا ممكن ما يتمشيش مع دولة تانية او الدولة تانية الطريقة فيها تبشيش معنا بعض الدول مثلا بتاكل حاجات معينة ما احنا ما نقضلش ناكلها وايمنة باستخدام مواد صلبة تتحمل السير بواسطة وسائل النقل التقيل ذات العجل لازم الطرق اللي خارج المصنع اللي انا هبدأ اخلي العرباء بتاعتي لانها التقيل اللي اذا كانت بيجيب لي مواد خام من المزارع مثلا او بتاخد المنتجات بتاعتي وتوديها الاسواق لازم الطريق هنا لازم يكون ممهد كويس جدا لازم يكون معمول بطريقة معينة بحيس انها يتحمل الضغط الشغل بتاعي او الضغط الايه السير باستمرار بحيس ان الطريق ما ينهرش بسهولة لأ انا اللي احافظ عليه علشان حتى احافظ على العرباء بتاعتي احافظ على العرباء بتاعتي بحيس ان الممكن ممكن لقدر الله عربية يحصل فيها اي حاجة بالتالي العربية بازط المنتج الغذاء اللي داخل العربية بتاعتي طبعا فقدتوا فاخسارة من جميع الجوانب طبعا الممرات او الطرق اللي داخل المصنع برضو تكون ممهدة بطريقة جديدة برضو امنة باستخدام مؤال صلبة تتحمل السير برضو الطرق الممرات اللي داخل المصنع لازم تتحمل عمل والضغط الشريط اللي هي الطرق الداخلية ان تكون الطرق الداخلية بمشارة تحمل عمل وطاقت الشريط. بتكون سهلة الصرف والتنظيف. يعني بحيس ان لو سقط عليها مطر على سبيل المسال او اي مية بتاجي عالجنبين ويبقى فيها ايه? صرف معين بحيس ان المية ابدأ اتخلص منها بحيس انها بتقصر ليش على الطريق بتاعي او الممرات بتاعتي. وكمان اقدر ان نظافها بسهولة. بحيس ان طريقة التنظيف ما تصليش على الطريق. او على الممرات داخل المصنع. او على طرق داخل المصنع. او على الارضيات داخل المصنع. خارج او داخل المصنع. بعد كده تلت حاجة مباني المنشأة. يبقى احنا كده اخدنا حاجتين. اول حاجة موقع المنشأة نفسه. بختاره ازاي? بختاره ازاي? تاني حاجة. الطرق الداخلية والخارجية والمبارات الداخلية للمصنع. ليها اشتراطات. طبعا انا عارف نيها? تالت حاجة هنا اللي هو مباني المنشأ. اللي الحوائط? الارضيات? الاسقف? الابواب? النوافذ? دي كلها ليها اشتراطات. وطبعا ما ننساش تلت حاجات مهمة. اماكن استراحة العمال. غرف العمال لخلع الملابس والحاجات الشخصية بتاعتهم. تلت حاجة اللي هي الحمامات او الدورات المياه. لازم برضو تكون مناسبة وبعيدة حاجات بسيطة عن المصنع بحيث انها متقصليش على داخل المصنع. او بعيدة عن مكان الانتاج. مكان الانتاج نفسه تكون الدورات بعيدة وغرف العمال بعيدة. بيبقى فيه طرق طويلة بينها وبين ايه? مكان الانتاج. هنشوف مع بعض اول حاجة الاعتبارات الخاصة بمكان تشديد المنشأ. زي ما احنا شايفين في الصورة دي على سبيل المثال. مداخل ومخارج المنشأ يجب ان تكون محكمة الغلق وسهلة التحكم. الابواب بتاعة المنشأة. ازا كانت الداخلية او الخارجية. بتكون محكمة الغلق تماما. والتحكم فيها آلة. بحيث ان الفتح والغلق بتم عن طريق الكمبيوتر او الحاسب الآلة. طرق طرقات النقل داخل المنشأة. يجب ان تكون مبهدة وبها خطوط سير واضحة. يعني بيبقى فيه اشارات ان الطريق ده او المنشأة ده بيودي المكان المكان معين. الطريق ده بيودي المخازن. الطريق ده بيودي لسلط الانتاج. ده بيودي المخازن المنتجات. ده بيودي المخازن المواد الخام. ده المخازن الادوات اللي انا بحتاجها في الصيانة. اللي انا بحتاجها في الصيانة. الطريق ده بيودي للغرف خلع الملابس. الطريق ده او الممر ده بيودي للدورات المياه. ده للاماكن الكانتين او الغرف الايه الراحة او اماكن راحة العمال. لابد ان يتم وضع الالات بطريقة ده اسمح بصيانتها وتنظيفها وكذلك استخدامها الامثل او الاستخدام الامثل له. بحيث ان يكون كل الى محطوضة في مكانها الطبيعي. ويكون سهل ان انا ابدأ اعمل لها عملية صيانة. مرعاة درجة ميل وزوايا الارضيات والحوائط دي هنشوفها. وهنتكون ملساء لعدم تراكم الاعتريبة والمياه. ملاطق استلاحة من المنتجات اه المنتجات الخام. المواد الخام او مواد الانتاج. المنتج اللي انا انتكته. واماكن التخزين. واماكن خدمات العمال. اذا كان الكنتين او غرف خلع الملابس او ضررات المياه. يجب ان تكون محددة وواضحة. مناطق تحميل حويات الجراش. المناطق اه كمان فيه اللي هي الغرف اللي انا هحمل فيها العربيات. ومناطق تخلص من المخلفات. ورضو المناطق دي لازم تكون محددة. ومتفصلة تمام بحيث اني اه ما يحصلش خطأ ان انا ادخل مكان غير المكان اللي انا عايزه. الظروف البيئية والمناخية المناخية يجب ان تكون مناسبة. يعني ما ينفعش اعمل مصنع بتاعي جنب مخرس يول. طبعا ما ينفعش. طبعا ما ينفعش اعمل المصنع بتاعي جنب اه مصنع اه كابليت مسلا مصنع اه ملح مصنع اه اسمنت. اه مكبس بالا حاجات زي كده ما ينفعش طبعا المصنع بتاعنا يكون جنبها. توافر مصدر مناسب بالمياه زي ما احنا قلنا بالكمية والكيفية المطلوبة. يكون مصدر المياه بتاعي يكون مناسب وملائم لعملية تصنيع. تجهيزات تنقية الماء ومناطق تخزين او معالجة المخلفات الصلوة. توافر وسائل اتصالات جيدة داخل المنشأة. يعني اتصالات داخل المنشأة بتاعتي او داخل مصنع بتاعي لازم تكون جويسة جدا 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 بحيس ان اتواصل مع المشرفين العمال الادارة المخازن الورش بتاع السيارات البوابات لازم ايه? ابدأ اتواصل معهم بسهولة من خلال الاتصالات او شبك الاتصالات الداخلية. بعد كده ان يتوافر سياج واقي فعال حول المنشأة اللي هو الصور. اهم حاجة في المصنع الصور بتاعها يكون امن وعلى التفاعات مناسبة. انت تم اقامة المباني في اماكن امنة بعيدة عن مصادر التلوث او اي مخاطر مثل المخالفات او النفايات حفاظ على سلامت المنتج. زي ما احنا قلنا? لازم المبنى بتاعي ببني بعيد عن اماكن المخالفات. لازم ابنيها بعيد عن مصانع ذات الابخرة المداخن الاتربة التلوث الهوائي الحاجات دي لازم اكون بعيد عنها تماما. انت قام بمناطق امنة بمنعا الاماكن المتوقع بها حدوث سيول او فيضانات او بعيدا عن مصادر الخطر. يعني ما ينفعش احطها جنب جبل. او جنب منطقة بيسطت منها صخور. ما ينفعش اعملها في مجرى سيول. ما ينفعش اعملها جنب ما? انا عارف ان بيحصل فيه فيضان. او ترعى بتسد دايما. فبالماية بتطلع على الجنبية الطرق بتاعتها وبالتالي بتغرق للمصنع بتاعي. فما ينفعش طبعا. لازم اختار المكان بتاعي. المباني والحجرات. تصميم الداخلي. زي ما هتشوف فيما بعد. دي حاجة مختصرة. لابد ان يسمح تصميم الداخلي والتخطيط بجميع المماشر الصحية الخاصة بالغزاء. متضمنة كيفية الحماية من التلوص العرض. لازم التصميم الداخلي للمنشأة لازم يكون فيه نسبة امان وحماية كافية. بحيث لو حصل اي خطر ابدأ تلافها بسرعة. ابدأ السلطة العرض بسرعة. لابد ان يتسم تخطيط المصنع بالمنطقية والخط المستقيم. ويسمح ان يكون على هيئة. يعني لازم التصنيع بتاعي او المصنع بتاعي يكون خط مستقيم. زي ينظر الف او او واحد. مستقيم. مستقيم كده. او حرف اللام او حرف الال. حرف اللام او حرف الال. او حرف اليو. او حرف اليو. ليعطي المكان ان يسير المنتج في اتجاه واحد. بحيث ان المواد الخام بتدخل من مكان. تطلع لمنتج من مكان النهائي. بعيد عن اماكن دخول المادة الخام. بعيدة تماما عن دخول المواد الخام. بعد كده الاماكن التي تتدخل فيها العملات الاصطناعية لايبد ان انفصلها باستخدام فواصل عزلة. او ان يتم تحديدها في مكان محدد باستخدام اي طريقة فعالة. طيب لو المصنع بتاعي اه شائر الظروف ان المكان يكون داق شوية. بحيث المصنع مش طويل. فاماكن الانتاج قريبة من اماكن الايه? المواد الخام. تبع من ايه? لازم نفصلها بخط فاصل او شبكة فاصلة بحيث ان ان احصلش تلوس او تداخل ما بين الخامات والمنتجات. تصمم مباني المنشأة زي ما احنا قلنا على شكل حرف اي او واحد او على خط مستقيم اي على خط مستقيم او على شكل حرف لام او تاخذ شكل يو. تصمم المنشأة بان يكون مستوى البناء مرتفع. لازم يكون المباني فيها ارتفاع بسيط عن الارض. ارتفاع بسيط عن الارض. ليه? علشان اقلل انسيابية عمليات الصرف. منعا لحدوث مخاطر ومنع حدوث التلوس. وكمان في بعض المصانع بتخلي الارتفاعات المصانع بتاعتها على ارتفاع عالي. ممكن متر او متر ونص. بحيث ان بعض العربيات لو هتجي تحمل. بيبقى في مستوى العربية بالزبط. فكلارك بيجي يحمل ويبقى سهل جدا للتحميل. ويبقى سهل جدا للتحميل. وكمان المستوى العالي اي صرف المية او اي حاجة تانية داخل داخل المصنع بتتصرف بسهولة. وبكده بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا معاكم. النهاردة الوقت بيخلص معاكم بسرعة جدا. ونلقاكم في القريب العاجل ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.